هذا هو المقطع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث الآن عن خلافة الإمام الصادق وأزمة البداء التي عصفت بالشيعة الإمامية في ذلك الزمان لقد تحدثنا في الباب الأول عن هذه الأزمة الكبيرة التي عصفت بالإمامية ونظرية الإمامة وتسببها في تراجع فرقة سليمانية عن الاعتقاد بالإمامة الإلهية وذهابهم إلى القول بالشورى وكذلك تسببها في ولادة الفرقة الإسماعيلية التي أنكرت وفاة إسماعيل وزعمت أن الإعلان عن وفاته كان مسرحية قام بها الإمام جعفر الصادق للتغطية على تهريبه من أنظار السلطات العباسية وعندما يحاول الشيخ المفيد التخلص من هذه الأزمة وإثبات الإمامة في نسل جعفر الصادق الأحياء يعترف في البداية باستحالة حدوث البداء في الإمامة الإلهية ويقول جاء الرواية بضد ذلك عن أئمة أهل البيت عن أئمة أهل الرسول صلى الله عليه وسلم فروي أنهم قالوا مهما بدى لله في شيء فإنه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه ويؤكد المفيد عبثية البداء وتناقضه مع نظرية الإمامة الإلهية لو صح الحديث فيقول إذا كان المعلوم من حاله يعني الأكبر إسماعيل أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده فليس يجب ما ادعوه من النص على إسماعيل لا يجب واحد ينص عليه إذا يعرف رح يموت بعدين بل لا معنى للنص عليه ولو وقع لكان كذبا لأن معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به وإذا لم يبقى بعده لم يكن خليفة فيكون النص عليه حينئذ كذبا لا محالة وإذا علم الله أنه يموت قبل الأوان وأمره باستخلافه لكان الأمر بذلك عبثا مع كون النص كذبا لأنه لا فاعدة فيه ولا غرض صحيح فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب هو في الحقيقة بدل ما أن يعترف بالواقع ويقول هذا يعني ينقض نظرية الإمامة يحاول أن ينفي أساس البداء يقول أسنا ما حدث بداء ولا يستطيع بالطبع الشيخ المفيد لا يستطيع تبني قول السليمانية في نسبة الكذب على الله للإمام الصادق في إعلان خلافة ابنه إسماعيل ثم وفاته في حياته ويعترف ثانية بالصعوبة الحديث حول البداء فيقول أما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العبادة وبين الله عز وجل ولو لم يرد به سمع أعلم صحته ما استجزت إطلاقه ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول يعني لازم نأول الكلام فالمعنى يكون يعني مقبول وهذا كما هو واضح من عبارته عبارة المفيد أنه يحاول تأويل البداء قدر إمكانه فيحاول في البداية نفي وقوع النص على إسماعيل ثم يحاول تأويله حتى لو نص يحاول تأويل النص فيقول وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه فإنهم ادعوا في ذلك باطلا وتواهموا فاسدا من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله نص على ابنه إسماعيل طبعا المساوية ممن مصلحتهم يعترفون بوجود النص لأنه سوف ينقض اتجاههم ثم يحاول تأويله فيقول وأما ما ادعوه وأما ما ادعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه فإنهم ادعوا في ذلك باطلا وتواهموا فاسدا من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله نص على ابنه إسماعيل ولا روى ذلك أو روية ذلك في شاذ من الأخبار ولا في معروف منها شوفوا كيف ينقض الروايات الأخرى التاريخية التي يثبتها النوبختي والأشعر القمي أيضا وحركة التاريخ عموما لواحد رسها بصورة موضوعية سوف يدرك أن الصادق نص على إسماعيل وإنما كان الناس في حياة إسماعيل هكذا يؤول الكلام وإنما كان الناس في حياة إسماعيل يظنون أن أبا عبد الله ينص عليه فلما مات إسماعيل زالت ظنونهم وعلموا أن الإمام في غيره فتعلق هؤلاء المبتلون بذلك الظن وجعلوه أصلا وادعوا أنه قد وقع النص وليس معهم في ذلك أثر ولا خبر يعرفه أحد من نقلة الشيعة طبعا الشيعة المسوية والإسماعيل هي أكيد ثابت وإذا كان معتمدهم على الدعوة المجردة من برهان فقد سقط بما ذكرناه ولم يقل المفيد لماذا إذن شك السليمانية بنظرية الإمامة ولماذا تشبث الإسماعيليون بإمامة إسماعيل ولماذا تحدث الإمام الصادق عن البداء وإلا ما كان داعي يقول حدث بداء ولماذا لم يقل لشيعته مثلا أنا لم أعين إسماعيل إماما بعدي أبدا لماذا قالهم لا حدث البداء في ذلك ويحاول المفيد أن يؤول حديث البداء تأويلا تعسفيا مؤتمدا على روايات مختلقة لم يرويها أحد غيره ويقول فأما الرواية عن أبي عبد الله من قوله ما بدى لله في شيء كما بدى له في إسماعيل فإنها على غير ما توهموه أيضا من البداء في الإمامة وإنما معناها ما روي عن أبي عبد الله أنه قال أن الله تعالى كتب القتل على ابن إسماعيل مرتين فسألته فيه فعفى عن ذلك فما بدى له في شيء مما بدى له في إسماعيل يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا فصرفه عنه بمسألة أبي عبد الله وأما الإمامة فإنه لا يوصف الله فيها بالبداء لا يوصف الله فيه بالبداء كاتب هو على ذلك إجماع فقهاء الإمامية الإمامية المسوية طبعا وليس الإسماعيلية ومعهم فيه أثر عنهم أنهم قالوا مهما بدى لله في شيء فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه ولم يقول المفيد كيف عرف الصادق أن الله قد كتب على إسماعيل القتل مرتين وأنه بدى له في ذلك بعدما سأله الصادق أن يعفو عن ابنه ويصرف عنه القتل هل نزل عليه الوحي من الله مثلا؟ ثم يحاول المفيد مرة أخرى تأويل البداء تأويلا تعسفيا فيقول إن البداء من الله تعالى هو الظهور فإذا ظهر من أفعاله ما لم يكن في الاحتساب والظنون قيل في ذلك بدى لله في كذا وكذا وليس البداء من الله تعالى تعقب رأي ولا استدراك فائت ولا انتقال من تدبير إلى تدبير والمعنى في قوله ما بدى لله في شيء كما بدى في إسماعيل بمعنى ما ظهر له فعل فعل في أحد من أهل البيت ما ظهر له في إسماعيل وذلك أنه كان الخوف عليه من القتل مستندا والظن به غالبا فصرف الله عنه ذلك بدعاء الصادق ومناجاته له فأماته يعني وبهذا جاء الخبر عن الرضا علي بن موسى وليس الأمر في هذا الخبر كما ظنه قوم من الشيعة يعني يقصد السليمانية والإسماعيلية في أن النص كان قد استقر في إسماعيل فقبضه الله إليه وجعل الإمامة من بعده في موسى فقد جاء الرواية بضد ذلك عن أئمة أهل الرسول صلوات الله فروي أنهم قالوا مهما بدى لله في شيء فإنه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إماما عن إمامته ولا مؤمنا قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه فكان هذا الخبر مصححا من التأويل في البداية ما قدمناه يقول هذا يعني يركب مع التأويل اللي احنا أولنا ثم يدعي الشيخ المفيد وجود تواتر في النص من الصادق على ابنه موسى بن جعفر بالرغم من عدم وجود أي خبر ولو خبر أحد على ذلك فيقول ومما يدل أيضا على فساده يعني فساد البداء أو حديث البداء تواتر الخبر بنص أبي جعفر الباكر على ابنه الصادق بالإمامة ونص صادق على ابنه الكاظم موسى ونص موسى على علي وتظاهر الخبر عن من ذكرناه بالعلوم الدالة على إمامتهم والمعجزات المنبئة عن حقوقهم أو صدقهم مع الخبر عن النبي بنص عليهم من حديث اللوح وما رواه عبدالله بن مسعود ووصفه سلمان من ذكر أعيانهم وأعدادهم من أول يوم كان موجود نص عليهم وقد أجمع من ذكرناه بأسرهم والأعمة من ذريتهم وجميع أهل بيتهم على موت أبو القاسم وليس يعني إسماعيل وليس يصح أن يكون إجماع هؤلاء باطلا يتشبث بهذا الإجماع المدعى ونسي المفيد أنه في جداله مع الشيعة الجارودية الزيدية قد عجز عن الإتيان بأي خبر يثبت إمامة الباكر فضلا عن بقية الأعمة من ولده ولكنه يقوم بمنتهى الجرأة والإدعاء على وصف روايات مختلقة في القرن الرابع الهجري يصفها بالتواتر كرواية حديث اللوح الذي نزل به جبرايل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه لابنته فاطمة لوح مكتوب فيه من نور والذي يتضمن أسماع الأعمة الاثنين عشر وسوف نبحث هذا الحديث لموضوع في فصل قادم لاحظوا كيف يستحرم منطق مزدواج ينفي ما يشاء ويثبت ما يشاء ويصف ما يشاء بالتواتر والإجماع وهي أحدث كلها كانت محل نقاش وجدل وفوضى في الكلام أزمة خلافة الصادق ولم يكد أشياء الإمامية يتجاوزون أزمة البداء حتى وقعوا في أزمة أخرى شتتتهم إلى ست فرق نتيجة الغموض في النص والوصية للإمام الجديد ونتيجة استعمال المنطق الباطني الافتراضي في إنكار وفاة الإمام الصادق أو الدعاء وجود ولد لم يولد قط وقد استخدم المفيد مع بعض هؤلاء المنطق الظاهري ورفض أخبار الأحاد أو النظريات المتشددة التي يتمسكون بها لإثبات مقولاتهم العجيبة وكان على رأس هؤلاء الإسماعيلية الذين أنكروا وفاة إسماعيل في حياة أبيه ثم جاء بعدهم الناوسية نسبة إلى رجل من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ناوس الذين أنكروا وفاة جعفر الصادق نفسه وقالوا إنه حي لم يموت ولا يموت وأنه المهدي المنتظر ثم فريق من الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق وهم الذين دعوا وجود ولد له اسمه محمد ابن عبد الله وأنه المهدي المنتظر وأن أباه عبد الله قد أخفاه في اليمن خوفا عليه من العباسين والغريب أن الشيخ المفيد لم يتحدث في كتبه المختلفة عن الإسماعيلية أو ينتقدهم مباشرة لإنكارهم وفاة إسماعيل كما لم يتحدث عن الفطحية الذين دعوا وجود ولد لعبد الله الأفطح بينما ركز حديثه فقط ضد الناوسية وضد منطقهم الباطني فقال أما الناوسية فقد ارتكبت في إنكارها وفاة أبي عبد الله ضربا من دفع الضرورة وإنكار المشاهدة لأن الألم بوفاته كالألم بوفاة أبيه من قبله ولا فرق بين هذه الفرقة وبين الغلات الدافعين لوفاة أمير المؤمنين وبين من أنكر قتل حسين ودعى أنه كان مشبها للقوم وأما الخبر الذي تعلق به فهو خبر واحد لا يجب ألما ولا عملا ولو رواه ألف إنسان وألف ألف لما جاز أن يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات يعني رفض المنطق الباطني حتى لو جابوا عليه بمليون حديث هو كان يرفضا وقد أبدع الشيخ المفيد هنا في نقد النووسية ومن ورائهم الإسماعيلية والفتحية ورفض المنطق الباطني والتشبث بأخبار الآحاد التي لا تجب ألما ولا عملا ولو رواها مليون إنسان وكان يفترض به أن يلتزم بهذه القاعدة الأصولية المهمة في جميع الأحوال ولكنه تخلى عنها في محطات عديدة كما رأينا سابقا وسنرى لاحقا لقد كان الشيخ المفيد يحاول بناء نظرية الإمامة من حجارة متناثرة في التاريخ فيلتقط بعض الحجارة ويهمل أحجار أخرى لكي يبني النظرية كما يشاء ولذلك يضطر إلى تزييف التاريخ الشيعي وأبرز مثل على ذلك قراءته لما حدث في أعقاب وفاة الصادق من ذهاب عامة الشيعة معدل الإسماعيلية والنووسية إلى القول بإمامة ابنه الأكبر عبدالله الأفطح الذي جلس مجلس أبيه والدعى الوصية له وحسب ما يقول النوبغتي والأشعر القمي المؤرخان الإماميان فقد مال عبدالله الأفطح أو مال إلى عبدالله الأفطح جل مشايخ الشيعة وفقهائها ولم يشكوا في أن الإمامة في عبدالله ابن جعفر وفي ولده من بعده وذلك لإحجام الصادق عن تعيين شخص معين خليفة له بعد وفاة ابنه إسماعيل وحدوث أزمة البداء واكتفائه بالتبيان العلامات العامة فقط كالوصية الظاهرة والفضل بحيث لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا أو اتصافه بالسكينة والوقار والهيبة أو الوراثة في الكبير ما لم تكن فيه عاها هذا كل أحاديث يرويها المفيد ويرويها النوبختي والأشعر قم عفوا ولكن الأفطح توفي عقب أبيه بسبعين يوما دون أن يخلف ولدا تستمر فيه الإمامة مما ولد صدمة جديدة في صفوف الإمامية الذين كانوا يؤمنون بقانون التوارث العمودي فقال كسما منهم بالجمع بين عبد الله وأخيه موسى وهلاءهم الفطحية بينما توقف آخرون التزاما منهم بالشعار الذي كان يقول بأن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين واضطروا إلى افتراض ولد مخفي لعبد الله الأفطح قالوا أن اسمه محمد بن عبد الله وأنه المهدي المنتظر وأنه موجود في اليمن بصورة سرية وقد أخفه وأبوه بسبب التقية في حين قام فريق ثالث بشطب اسم الأفطح من سلسلة الأئمة والإدعاء بخطأ الذهاب إليه من البداية وانتقلوا إلى أخيه موسى بن جعفر وهؤلاء هم الموسوية من الصادق إلى موسى بن جعفر وبدلا من اعتراف الشيخ المفيد بالقصة التاريخية والأحداث كما حدثت وثبوت إمامة عبد الله الأفطح لبعض الوقت على الأقل فإنه حاول تبعا للموسوية أن يشطبه نهائيا من قائمة الأئمة ومن التاريخ يعني ويجرده من أي مؤهلات دينية وقام بترديد التهم كاذبة وتأويل أحاديث موضوعة والدعاء التواتر على أحاديث أخرى فقال أما الفطحية فإن أمرها أيضا واضح وفساد قولها غير خاف ولا مستور عن من تأوله وذلك أنهم لم يدعوا نصا من أبي عبد الله عليه السلام على عبد الله وإنما عملوا على ما رووه من أن الإمامة تكون في الأكبر وهذا حديث لم يروقت إلا مشروطا وما جابوا إلى شرط ما تكون به عاهة وهو أنه قد ورد أن الإمامة تكون في الأكبر ما لم تكون به عاهة وأهل الإمامة القائلون بإمامة موسى متواترون لاحظوا مكلمة متواترون الدعاء طبعا متواترون بأن عبد الله كان به عاهة في الدين لأنه كان يذهب إلى مذاهب المرجئة الذين كانوا يقعون في علي وعثمان وأن أبا عبد الله قال وقد خرج من عنده عبد الله هذا مرجئ كبير وأنه دخل عليه عبد الله يوما وهو يحدث أصحابه فلما رآه سكت حتى خرج فسئل عن ذلك فقال أو ما علمتم أنه من المرجئة يعني ابن الإمام الصادق الأكبر صار من المرجئة هذا مع أنه لم يكن له من العلم ما يتخصص به من العامة ولا روي عنه شيء من الحلال والحرام لأنه مات بسرعة يعني ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام وقد ادعى الإمامة بعد أبيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنها ولا تأتى للجواب فأي ألة أكبر مما ذكرناه تمنع من إمامة هذا الرجل مع أنه لو لم تكن ألة تمنع من إمامته لما جاز من أبيه صرف النص عنه ولو لم يكن قد صرفه عنه لأظهره فيه ولو أظهره لنقل وكان معروفا في أصحابه وفي عجز القوم عن التعلق بالنص عليه دليل على بطلاني وذهبوا إليه ويلاحظ أن المفيد هنا يتغافل عن إجماع الشيعة على القول بإمامة عبد الله الأفطح إجماع الشيعة قبل وفاته وعدم شكهم في أن الإمامة في عبد الله بن جعفر وفي ولده من بعده كما قال النوبختي والأشحر القمي وأن سبب التراجع عن القول بإمامة الأفطح هي وفاته دون خلف كما يتغافل المفيد عن استمرار الفطحية الذين جمعوا بين عبد الله وأخيه موسى إلى عهد الحسن العسكري يعني مئة سنة بعد وكذلك عدم وجود نص واضح وصريح ومتواتر على موسى بن جعفر وعدم تصديه للإمامة بصورة ظاهرة وعدم معرفة أقطاب النظرية الإمامية وحتى المتكلمين منهم كهشام بن سالم الجواليقي وأبي جعفر الأحول المعروف بمؤمن الطاق بإمامة موسى الكاظم إلا بطريقة غيبية إعجازية ولو كان النص واضحاً وصريحاً وثابتاً ومتواتراً على الكاظم كما يدعى المفيد لما تفرق شيعة الصادق الذي قام بثورة في الحجاز عام 200 للهجرة وتسمى بأمير المؤمنين فاستند المفيد إلى القاعدة الأصولية السابقة أي عدم جواز الاعتماد على أخبار الآحاد بالرغم من أن محمد الديباج كان زيدياً ولم يكن يؤمن بالنص ولا بنظرية الإمامة الإلهية ولكن المفيد حاول إسقاط شرعية الديباج كما لو أنه كان مدعياً للإمامة بالنص فقال إن الحديث الذي رووه لا يدل على ما ذهبوا إليه لو صح وثبت فكيف وهو ليس حديثاً معروفاً ولا رواه محدث مذكور وأكثر ما فيه أن تثبوت الرواية له أنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا يقطع على الله بصحتها ولو كان صحيحاً أيضاً لما كان في متضمنه دليل الإمامة لأن مسح أبي عبد الله التراب عن وجه ابنه ليس بنص عليه في عقل ولا سمع ولا عرف ولا عادة مع أن محمد بن جعفر خرج بالسيف بعد أبيه ودعا إلى إمامته وتسمى بأمرة المؤمنين ولم يتسمى بذلك أحد ممن خرج من آل أبي طالب ولا خلافة بين أهل الإمامة أن من تسمى بهذا الاسم بعد أمير المؤمنين فقد أتى منكراً بناء على ماذا لا يقول وقد انقرضوا حتى لم يبق منهم أحد وفي ذلك إبطال مقالتهم لأنها لو كانت حقاً لما جاز أن يحدم الله أهلها كافة منطق عجيب غريب يعني يثبت ما يشاء وينفي ما يشاء وينقض ما يشاء كما يحل له ويدعي التواتر ويدعي الإجماع ويطالب الآخرين بالأحاديث الثابتة ويرفض أخبار الأحاد ولكنه هو كل فكري كل فكري يقوم على أشاعات وأخبار أحاد وأمور غيثة بتأساساً نتوقف هنا الآن وسوف نتحدث في المقطع الرابع إن شاء الله عن الحركة الواقفية بعد موسى بن جعفر وإلى ذلك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته